تاني إن زد اتفاجأوا بمستوى الإسماعيل يعني الماتش كده أول عشر ده كان فيه حذر كبير جداً من الفرقتين وطبعاً زد يعني بيلعبوا الإسماعيلي أول ماتش في الدوري الممتاز مهما كان حال الإسماعيلي فتاريخ الإسماعيلي وفنلة الإسماعيلي ترهب أي حد خاصة لو أنت جديد على الدوري الممتاز كنادي فالعيب اللعيبة زد كده إيه؟ عارف لما تخشت ماتش بوكس مع واحد وأنت ألقان منه عايز تشوف الراجل ده إيه بيعمل يوم مرة واحدة تلاقيه بيقع لوحده بيقع لوحده ومن خير محد يعمل له حاجة هو ده بالضبط النهاردة اللي حصل في الماتش واسف إن أنا أتكلم بالشكل ده على الإسماعيلي لكن هي دي كانت الحقيقة النهاردة خاصة في بداية المباراة عايز أستعرض مع حضراتكم تشكيل الفريقين وهبدأ بزد صاحب الأرض طبعا كابتن مجدي عبد العاطي بدأ بالأربعة تلاتة تلاتة بعالي لطفي طبعا الوافد الجديد القادم من النادي الأهلي لأفكرة من الأرض عمل ماتش كويس جدا طبعا أصد ضرب الجزاء من عبد الرحمن مجدي بدأ بسامير كابتن الفريق وإسماعيل ولد من ناشئين نادي أمبي صغير في السن لعب كويس جدا سامير خبرات كبيرة لكن محتاج إن هو يشتغل بدنيا بشكل أفضل لأن في الدورة الممتازة سامير أنت عارف كويس قوي إن هتلعب قدام مهاجمين لازم تكون واقف على رجلك بشكل أكبر وده رأي أنا بحب سامير جدا ولكن بدنيا محتاج إن هو يجهز نفسه بشكل أحسن جمال ناحية الليمين وأشرف ناحية الشمال طبعا الباكليفت القادم من النادي الأهلي نمرة ستة على الدائرة لعيب الارتكاز بيتر موتوموزي ولعيب من اللعيبة اللي النهاردة عملوا دور مهم جدا في حماية قلبي الدفاع وكمان في بداية الهجمة عبدالله مجدي لعيب كويس جدا وقطة الاتنين لعيبة تمانيات شابهين جدا ببعض لكن الاتنين لعيبة كرة والاتنين بيستلموا الكرة ما بين الخطوط كويس جدا ميسي نهية الليمين وشادي حسين راس حربة وزيكو طبعا اللي جاي من حرس الحدود ولعيب كويس جدا نهاردة الشرط الاريني عمل شرط كويس جدا عايز يعني بعد ما نروح هرجع لكم تاني لزد لجا لكن كابتن نهاب جلال أنا كنت متوقع كنت متوقع أنه هو هيبدأ من تلاتة وره يعني لما شفت التشكيل عمار وهاشم وإياد العسقلاني طبعا ومحسن قلت أكيد بالذات في وجود إياد العسقلاني إياد كويس جدا في تلاتة فاربعة ممكن تواجهه بعض المشاكل محتاج شوية خبرات إنه هو يقدر يلعب فاربعة محتاج كدايق المساحات عليه ولكن كابتن إيهاب جلال اختار إنه هو يبدأ بحمد عدل عبد المنعم واختار إنه هو يبدأ بهاشم وإياد العسقلاني العيب كويس جدا ولعيب صغير ولازم جمهور الإسماعيلي يصبر عليه لأن المركز ده محتاج صبر عشان اللعيب ياخد خبرات ويتقل عمار هو أصلا سنتر باك لكن بدأ باك رايت وأحمد محسن بدأ على حساب دسوقي كابتن إيهاب لعب بارتكاز محمد حسن وعلى يمينه عماد حمدي وعلى شماله عمر الساعي وعبد الرحمن مجدي وينج رايت باسم مرسي في الهجوم وناد الفرج واحد من النشئين الإسماعيلي المميزين أصحاب الشخصية القوية لعب بدأ نحية الشمال والحقيقة يعني زد خلق مشاكل كبيرة جدا للإسماعيلي مشاكل كبيرة جدا زد لما بدأ يضغط على الإسماعيلي وإصرار كابتن إيهاب جلال إنه يبدأ من تحت بكورة باحمد عادل عبد المنام اللي عارفين إنه هو جول كيبر كويس جدا لكن عنده مشاكل برجلي عنده مشاكل برجلي هو ما تأسسش بشكل كويس إنه يلعب برجلي كويس فالنهاردة يعني لو شفنا في الهدف الأول هنلاقي إن حاجة غريبة جدا بتحصل إن أحمد محسن داخل لجوه وإن عمار داخل لجوه ومحمد حسن موجود في الحتة دي وإياد وهاشم موجودين في الحتة دي فأصبح طبعا أحمد عادل عبد المنام استلم الكرة غلط